خلال انطلاق نهائية كأس العالم المقامة بقطر شاغل أذاء المنتخبات العربية المشاركة في هذا الحدث الكروي الأكبر المتابعين العرب باختلاف بلدانهم فالأهم كان تشريف الكرة العربية ورغم فوز سعودي على منتخب مرشح للفوز بلقب هذه النسخة وتفوق آخر للمنتخب التونسي على حامل اللقب المنتخب والفرنسي أقصي المنتخبين لفقة المنتخب القطري من هذه البطولة حسرة كبيرة كانت بديا على وجهه اللاغبين عقب الإقصاء مثلما تظهر هذه الصور ومعها أيضا تفاعل وضو منصات التواصل الاجتماعي فصدنا لكم بعضا من تغليقاتهم والبداية مع هذا التغليق لي وليد يقول بيض الله مجيحكم يا رجال الأخضر السعودي شكرا من قلوبنا نقولها لكم يكفيكم فخرا ما قدمتموه من روح وقتال لكن الإرهاق والإصابة كانت سببا رئيسيا لهذا الخروج شكرا يا رجال نحوك تغليق آخر نيسامير زكي يقول إقصاء تونس من مجموعة ضعيفة وفرحة الشوال غير مبررة للأمانة حتى لو فستغل بطل العالم الذي لعب ضدك بالصف الثاني وكان ضمن التأهل كأول في المجموعة أحمد يقول معلقا حول ذات الموضوع بعيدا عن الغاطفة خروج المنتخب السعودي كان متوقعا قبل بداية البطولة نظرا لصعوبة المجموعة والفروقات الفنية ولكن الأذاء الرجولي والقتالية في الملعب كان سببا في تقليص هذا الفارق شكرا لرجال المملكة أمار مسكين حول نفس الموضوع يعلق التحية للمنتخب التونسي بفوزه على المنتخب الفرنسي حقا تم إقصاء تونس ولكن الفوز على بطل كأس الغالم له طعم خاص سعيد جدا بفوز المنتخب التونسي خصوصا وأن المنافسة هو فرنسا في تعليق آخر يقول هذا الحساب حول إقصاء المنتخب القطري قطر ليست في حاجة لفريق كرة قدم ليرفع رأسها قطر رفعت رؤوسنا جميعا وجعلتنا نفخر بهويتنا الإسلامية وعروبتنا بتنظيمها لمنزيال ما رأى الناس مثله ولا سمعوا عزوز يقول في هذا التعليق المنتخب السعودي والقطري الوحيدين اللي لعبينهم في الدور المحلي المنتخب القطري ما قدم شي عاد مباراة السنغال قدم فيها أما المنتخب السعودي أمام المرشح الأول الأرجنتيين وأمام بولندا عاد مباراة المكسيك التي فشل فيها المدرب بالتشكيلة مشاهدين أنتم أيضا بإمكانكم التفاعل معنا حول هذا الموضوع على صفحة الشروق نيوز على منصات التواصل الاجتماعي بهذا نصل إلى ختام عددنا من تراندينك الشروق نيوز إلى اللقاء